السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بمتابعين مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية تلاميذ صف الرابع الابتدائي مع درس جديد من دروس القراءة العربية درسنا اليوم يتحدث عن محافظات بلادي نستمع إلى الدرس ونعرف ماذا ترتدي كل محافظة وكم محافظة في بلادي يلا حبايب شاركني افتح الكتاب صفحة 111 يلا أولادي الحلوين جولة في بلادنا الجميلة يلا حبايب نقرأ طلبت من والدي أن يصطحبني في جولة نزور فيها محافظات بلادنا في العطلة فالسفر يجدد النشاطة ويريح النفوس زرنا المصائف في أربيلة والإسليمانية ودهوكة وأجمل ما رأينا الشلالات والدبكات الكردية والعربية ثم التقينا أهل المدن والقراء في كاركوكة وديالة ومررنا بسهولة الموصلي وأراضي صلاح الدين وبوادي الأنبار وهضابها وانحدرنا نحو الحلة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والسماوة والديوانية وتعرفنا أهل البصرة والإعمارة والناصرية والكوتها يلا أصدقاء التلاميذ هسا هنقرأ الصفحة اللي بعدها صفحة 112 يلا أولادي حدثنا الفلاحين في حقولهم والعمال في مصانعهم وزرنا رجال الدين في مساجدهم وأديرتهم وشاهدنا صيادي الأسماك على الشواطئ على شواطئ دجلة والفراتي وشط العربي وبحيراتي دوكان والثرثار والحبانية وأهوار الناصرية والعمارة وكلما التقينا جماعة شعرنا إن بيننا وبينهم قرابة ولم نجد فرقا بين عراقي وآخر كلهم متشابهون أفراحهم واحدة واحدة وأحزانهم واحدة وأمنياتهم واحدة هذا هو درس اليوم تلاميذي أصدقاء التلاميذ بعد قراءة الدرس فلنتعرف على محافظات العراق في بلد الحبيب 18 محافظة مثل ما أخذناها بكتاب الاجتماعيات ومتعودين عليها نحن نعيش بمحافظة بغداد هي قلب العراق بلدنا العزيزة تكون من عدة طوائف عراب اللي هو اللي يتكلم اللغة العربية والتركمان والأكراد اللي نشوفهم بالمحافظات الشمالية من العراق تكثرون والمحافظات الجنوبية راح تنزل مثل البصرة وأبعاد بأبعاد كلها هاي محافظات الناصرية الناصرية سبعة الشلالات تا طويلة سبعة الشلالات ثمانية الاعمارة تا مربوطة منفصلة الاعمارة الاعمارة هاي ت الكلمات الباقية هي واجب بيتي كملولي من دجلة إلى الأخير واجب بيتي يلا حبايب الحلوين نكتب الدرس صفحة 111 صفحة 112 صفحة 111 زاد صفحة 112 كتابة داخل الدفتر مع التدريب صفحة 113 مع تدريب صفحة 113 و13 يلا حبايب الحلوين انتظر دروسكم وواجباتكم واستفساراتكم ايضا على الفايبر واهلا وسهلا بكم الدرس جديد